أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتها ده ولسه بنتكلم على الأهلي وقبل الفصل كنت بقول لحضراتكم أن الأهلي محتاج ثورة فنية والحقيقة كنت بفكر لو أنا ما كان مسؤولين الأهلي إيه المراكز اللي الأهلي محتاج يدعمها وإيه اللعيبة اللي محتاجها الأهلي علشان يقدر أنه هو ينفذ الثورة الفنية داخل داخل الفريق أول حاجة آسف مالاش آسف أول حاجة أكلمكم على المدرب وبقول لكم يعني قصة مش محتاجة يعني أن أنت تبقى عبقاري عشان تستنتج أن الراجل ده لو مشي بنفس الشكل ده وما ظهرتش بصماته لغاية بعد ما تشين تلاتة كمان أن مجلس قدرات الأهلي هيبتدي دور على مدرب جديد مش هيخش السيزون الجديد وهو واخد ريسك ومخاطرة أن المدرب ده ينجح ولا لأ هتقولولي طيب ميدو الراجل والوقت وبتاع لا الراجل يعني كل صلاحة مالوش أي بصمة خالص حتى الآن اهو أنا بكلمكم في كم مطش الراجل بالو كم مطش يا جماعة لا الراجل مالوش أي بصمة خالص فنية مفيش أي بصمة فنية خالص وأنا دايما ما حبش أظلم المدربين ولكن أنا مش شايف حتى كارزمة اللي هي بتاع المدرب بتاعت البرتغاليين اللي هي كارزمة على يعني باينة واضحة مش شايفها مش شايفها بتكلم سبع مطشاط بقله بعد سبع مطشاط بتقدر تقول وتاني أنا مش عايز أظلمه لأن أنا عارف إن شغلانة التدريب شغلانة مش سهلة ولكن يا جماعة لا الراجل مالوش بصمة أنا بقول لكم مجلس إدارة الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي لو الراجل دا استمر بالشكل دا أنا بقول لكم على ضمنتي على ضمنتي يعني مش محتاجة إن انت يعني تبقى عبقاري زي أنا بقول لكم عشان تستنتج الموضوع إن لا هيفكره في التغيير الأهلي مش هيخش الموسم الجديد وهو بياخد مخاطرة إن هو يجيب لعيبة كتير جامدة ويبقى المدرب وهو نقطة الضعف أو الصغرة اللي عنده والكلام دا عرفوا الكلام دا طبعا عمره ما هيتعلن يعني عمره ما يطلع مسؤول في الأهلي يقول لك أنا عمره ما تفكر في التغيير لكن الناس بتاعت الكرة جوانة دي الأهلي أكيد شايفين وأكيد هم شايفين أكتر مني هم بقى اللي بيروحوا التمرين وبيسمعوا من اللعيبة وهم اللي بيسمعوا من المساعدين اللي موجودين وبيشوفوا العيوب والمزايا وبناء على الكلام أسخلي بالك الكرة مفيهاش مكابرة يعني أحسن كيه في وقت من الوقت إن انت تقول ترفع إيديك تقول أنا عملت غلطة وأصلحها أحسن مات إيه مديني أبوز منك خالص المدرب اتفقنا إن هو أهم عنصر المدرب والله لو جبت مين بص لو جبته كريستيانو رونالدو ما جاء خدتوه من مانشستر ونايتد وميسي خدتوه جبته خمسة ستة العيبة بتاعها والمدرب مش جامد إنسى وأكبر مثال على كده فريرة في الزمالك المدرب الجامد هو اللي بيعمل لك القصة صح والمدرب الجامد ده مش فنيات بس على فكرة ممكن يكون سوارش فنياته كويسة يعني كمدرب فنياته كويسة ولكن أنا لغاية دلوقتي ما شوف بصوا البناء ده مش الشخصية الكاركتر الكاريزمة بيبان من أول من أول بصة وأول أول لحظة أول لما تحطها نكفى 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 أنه ده كاركتر ده كاركتر الراجل لغاية دلوقتي أنا مش حاسس بدي لا في تصريحاته ولا في كلامه في الميديا ولا في حتى الكاميرا لما بتيجي عليه ووقف على الخط أنا مش شايفها خالص خالص فممكن ما تستغربوش على فكرك ممكن دي حصل تغيير عادي أنه ما فيش مكبرة في الكرة الغلط حصل لو الناس شافت أنه غلط حدش يخش النهاردة النادي الأهل لو خسر الدوري موسمين ورا بعض مش هبقى داخل موسم التالب بياخد مخطرة أنه ممكن ما يخدش الدوري هبقى عايز يتأكد أن المدرب اللي معاه راجل مدرب مالي أين اللعيبة أقلها يعني بالبلد كده مالي أين اللعيبة لعيبة الكرة جماعة سيعة بيعرف على طول المدرب اللي قدامه ده شخصية كبيرة ولا شخصية على أداء ولا مهزوز ولا بيتهز ولا بيخاف ولا بيتردد كل ده اللي عيب بيقراه على طول بعضها تربعة أيام مقنع بالنسبة له ولا لأ فكل ده الأكيد قدرة الكرة في الأهل هتتكلم عليه وأتفكر فيه ترجمة نانسي قنقر